اشتركوا في القناة التي ظهرت في مقاطع كثيرة توجه رسائلها وتبدي رأيها في أمور ومواضعتهم الشأن المغربي حيث تنقل آلاف المستخدمين لشبكة تواصل الاجتماع مقاطعها فمن تكون هذه السيدة ولماذا تحشر نفسها في أمور تهم المغاربة وما هو الهدف من وراء نشرها لهذه المقاطع والفيديوهات أسئلة وأخرى سنحاول أن نناقشها مع السيدة سيليهان مفلح سيدة سيليهان مفلح مرحبا بك معنا في هذا اللقاء الخاص مرحبا بكم وفضار عندي في سويسرا في زوريخ سيدة سيليهان مفلح أول سؤال يتبادر إلى دهني المشاهدين المشاهدين بغاءوا يعرفوا شكون هي سيليهان مفلح أنا اسمت سيليهان مفلي كان أصدقائي لي وناس ديلي اللي تعرفوني بالسيليهان تركيا أصل ديلي تركيا ولكن أنا تزد في سويسرا مي بارانسوا تيرك ولكن أنا تزد هنا في سويسرا كيف جاتك فكرة ديل أنك تتسجلي مقاطع فيديو وتمشريها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أدرتك شي بش أنا بقى بقى انتقال مغربيات ولمغاربة بسكو أنا عيشت أعمين نصف مغرب بش بقى عنا ديال كونتاكت بادياتنا بش نعلم العربية مازال بسكو أنا دا بكا نحضر شوية ولكن في اللول مكنش عارف العربية وأنا مشي ألمت أي العربية لورا ألمت دارجة مغربي شنو السبب اللي تخليك تهتم بالقضايا ديال المغرب والمغاربة؟ كما قلت قبلة أنا عيشت أعمين نصف مغرب وشتو ناس طيبين داروا لنا الخير وأنا قلت عليك هنا ما كنديروش الخير ناس اللي تحلو لنا لبيبان دخلوني بحل ما تبرونيش بحل براني تبروني بحل من عندهم وشتو دكشي ووشباتني بزاف 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 وكما تقول ديما أنا كنموتة للمغرب بنسبالي أنا المغرب بلد ثاني وفريمو أنا رجعت بش نكمل قريتي ولكن إذا كملت هاتشي هنا قد نرجع إن شاء الله وطاني في مغرب نعيش واحد مدة في مغرب إن شاء الله وطاني المشاهدين ديالك ومتابعين ديالك تشوفوك بأنك تتكلمي بجميع المواضيع يعني اللي تتهم المغاربة بحل قضية الصحراء المغربية بحل قضية مساعدة الناس الأعياد المناسبات يعني دائما تنلقى وحاضرة في مواقع التواصل الاجتماعي صحراء مغربية غدي بقادمة مغربية بسكي هاتشي ديال المغرب تا واحد غدي هيدا دكشي بسكي صحراء مغربية مغربية كي ما كنقولو وانا اشتوا الناس مغاربة مغربية داروا دكالفيديو قلتها علاش انا منجرب ونديرها بحالهم ودرتها وحمد الله الناس بكتاجي فيديو ديالي اللي تنشكرهم بزاف بزاف والكومنتر احترام اللي تيعتوني وكيديروا لي الجام كان شكرهم المغاربة ديالنا كيف تتفاعلون المتابعين ديالك مع المقاطع والفيديوهات اللي تتنشرح حول مواضع اللي تتهتم بها وفنظرك ما هو السبب ديال تفاعل ديال المتابعين ديالك وكان دير فيديوهات خرين مثلا كنعطين رعي ديالي كان شوفش فيديو مشوه هدا كان عطين رعي ديالي ولكم مساكن اللي خاصك تعاونه في السبيل كان دير فيديوهات وكان حضر على ذلك الناس والسيد والسيدة المريضة لكي يعملوا لكي يوصل هذا الفيديو للإعلام كامل لكي يعملوا في سبيل الله لماذا تعرضتي مرة من المرات للنقد من طرف المتابعين والمشاهدين حول موضوع من المواضيع؟ كان شي واحد انت عيروني كان شي واحد انت كتبوا كومنتار مزينين ولكن انا اللي بقى في الهال كان شي واحدين اللي تقيروني تنقول يا ربي عمي كونش مغربة بس كتب قى في الهال إلا كان شي واحد مغربي تقيرني تنقول لاش كتب قى تعيرني إلى أنشتو الخير في المغرب ومغربيات تب قى في الهال إلا شو تقيرني في هاد درجة حسب علمي هو أنه سبق لك أنك زورتي المغرب وستقريتي فيه وسبق لك كذلك أنك متلتي في بعض الأعمال السينمائية والفنية وماذا ممكن تذكرنا وتحدينا على هذه التجربة بالضبط؟ لا أحد شي بصح أنا مشيت للمغرب بغيت نشوف كيف مغربة مغربية فنانية تمثلو مشيت متلت معهم قدرت بيبليسيت حتى دات فيقوراسيو مشيت مشيت بيش نعلم وشتودك شي عشباتني بزاف قمت دارو كغمتراج، دارنا فيلم، دارنا سينما فيلم المهم قدرت بزاف الحويش وشتو كيفاش تمثلو مثلاً عرحمو بستاوي دارنا في الزكورة ووحظ الفيلم أو دنيا بوتازو تبتسام لروسي درت هذا الفيلم راح في بوبكر وهذه الكوغمتخة شوف أزيلها أو درت حسن مغربي وهذا الفيديو لا علاقة ومهم درت حسن الفد كان هذوك فنانين يعرفوني كانوا هذين اللي باقي ما يعرفوني مهم حمدلله شتو دكشي وعجباتني بزاف وتعنا تنسلم الفنانات وفنان المغاربة كلهم هلا من سويسرا تنسلم عليهم ممكن أن نعتبروا أن هذه التجربة التي أخذتي في المغرب هي السبب الوحيد الذي خلاك تهتمي بالمغرب لهذه الدرجة؟ زوج ديالي المغربي ولد زيرو كاتر ولد حي الشعبي أنا اللي بغيت ندير بغيت ندير راجلي تاج فقراسي هذه مهمة بنسمي أنا بزاف بزاف لحويش الأكبر الراجلي ألمت الطيب المغربي ألمت الحمبرقوق ألمت كسكسو مهم ألمت بزاف لحويش الأكبر الراجلي وكان شخصين يقولون لماذا تقوم بعمل فيديوهات لماذا تقوم بعمل وماذا تقوم بعمل هنا الحمد لله لدينا بطاقة كنت تقوم بطاقة وحمد لله حمد لله حمد لله أصبح لك مشاهدين كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ماذا سيدة سيليها تستعد لعمل فني أو شيء من هذا القبيل؟ أنا هنا في سويسا تنكمل قريتي تنبقي تنقرأ تنقرأ كوميكسيال وتنقرأ كوميكسيال وتنقرأ كوميكسيال وحتى نقرأ المسرح ودخل في الصوت لكي نعلم مزال المهم أنا أريد أن نعلم حمد لله ما هي الرسالة التي تريدت وجهي للمتابعين ديالك رسالات ديالي أول حاجة نشكر الأصدقاء ديالي الناس ديالي اللي تتبوني في فيسبوك نشكركم بزاف بزاف على تشترك فيديوهات ديالي اللي تديرو الجام الكومنتار ديالكم شكرا بزاف بزاف و اللي بغيت نقول الأخر حاجة تنتمنى إن شاء الله هنا في سويسرا كان أي واحد تجمو بادياتهم في الأيد في الأرسال مهم مجموعين كنتمنى إن شاء الله هنا في سويسرا مغاربة تجمو في العيد في الأرس مهم في شي مصعبة زوينين نجمو هنا باش نضحكون ونشتح شوية حتي كنتمنى إن شاء الله وصلنا لنهاية هذا اللقاء من منزل السيدة سيليهان مفلح بمدينة زوريخ نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا اللقاء على أمل اللقاء بكم في موعد لاحق بإذن الله دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر